السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافي طلابنا ورجعت معاكم بحصة تأسيسية جديدة بتمنى انت كطالب مستفيد من المحتوى اللي انا بشتغل عليه وصرنا شغالين تقريبا يا جماعة سبع حصة تأسيسيات وهي الحصة لقم تمانية حصتنا اليوم حصة جدا مفيدة وراح تستفيدوا منها وتوقعاتي هذا الموضوع انت كطالب اصلا اريدي هو مغلبك طب شو موضوعنا اليوم استعدوا عن ايش بدنا نحكي قبل ما نحكي عن موضوع اليوم بدي منك يا استاد انك تتواصل معاي من خلال الموجود في الديسكريبشن وتعمل سبسكرايب للقناة او تحكي مع منص الدراسة تقدولهم وين البطاقات المجنية تأييد الصفوف الخاصة فينا بشكل عام لا تنسوا هاي الملاحظات وكل شي انا موفر لك يا بالتعليقات وبذكركوا دائما انه بهاي التفاصيل المهم درسنا اليوم بحكي عن يعني اشي مهم جدا مهم جدا في اللغة الانجليزية ومرات كهير طلاب بغلاط فيه اشي اسمه الستاتف فيرب افعال الثبات افعال التي لا تقبل الاستمرارية وهاي شغلة كثير بتغلب الطلاب في درس مهم جدا راح تاخدوه بصفوف كلما تيجي تبلش بالتنسز بالازمنة بغض نظر كانت 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 كنت تاخدوه ازمنت المضارع ازمنت الماضي ازمنت المستقبل اللي موجود قدامك ممكن نوعا ما انت تعمل له اي ان جي تعمل له عملية استمرار وهو ما بزبطش معه الاي ان جي بشكل عام شو قصدك يا استاد تعال ننطلق مع بعض ونفهم شو الهدف من هذا الدرس وهيا بنا ننطلق فيه رحلة طيب الافعال التي لا تقبل الاستمرار في سيغ الاستمرارية شو عني سيغ الاستمرارية يعني رح ناخد اسمه present continuous رح ناخد اسمه past continuous رح ناخد اسمه future continuous يعني مضارع مستمر ماضي مستمر مستقبل مستمر حي الازمنة موجودة في كل مكان فيه مناهج الطلاب بشكل عام وفي اكيد فيش اسمه present perfect continuous والpast perfect continuous الى اخره يعني موجودات انها هي حالات الاستمرار حسا لما اقولك continuous مستمر شو يعني مستمر يعني انويا كالسا قاعدين بناخد حسه صاح والحسه شغالي تمام فباجي بالانجليزي بقولك مثلا انا قاعد بعطيكم giving you a class قاعد بعطيكم حسه انت قاعد بتحضر فيه الان اذا هذا الحدث فيه استمرار انا ما قلت لك everyday كل يوم وكل ساعة لا 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 اعطيته صفة الاستمرارية طيب اللي انا بدي اوصل لك اياه بدرس اليوم ويفهموا علي شو القصة احنا فيه انش اسمه بالانجليزي static verb فعل الثبات وفيه انش اسمه dynamic verb الافعال المتحركة او يعني تدل على الاستمرار بالشيء احنا مانيين اليوم بالstatic verb افعال الثبات شو اسمها افعال الثبات طيب طلع هون خلينا بس نقرأ هيك هو شو بحكي لي هون بقولي some english verbs بعض افعال اللغة الانجليزية واحنا قريضي بحصص تأسيس درسنا شو يعني فعل تمام which we call state التي ندعوها بافعال ثابتة افعال ثابتة لا تدل على استمرارية بالحدث اوكي non continuous ليست مستمرة or state verbs او افعال الثبات طيب ويقولي خاصة اسم الدرس تانا تمام aren't used in continuous instances لا تستخدم بازمنة الاستمرار وهسه راح اوضح لك اليوم موضوع خطير جدا يا كبير انت ما بتميزه اليوم انا راح افهمك يا بس حبي حبي وممكن انك تميزه اه بس بمعناه ممكن يكون في خلال صغير بدنا نعالجه احنا جايين زي الجراح انوياك زي الجراح الليزر تعال انت شوفي عندك مشاكل اساسة المادة بدنا نبلش هيك نتعمق في بعض الحيثيات وتصير انت سفاح بالانجليزي وترتب امورك تمام يعني هيتدل على اشياء كانت موجودة لبعضا من الوقت يعني بمعناه بدنا ناخد بعض الافعال الشائعة هسه ركز معي بعيدا عن هذا الجدول خلني انا ادردش انا وياك شوي استادي العزيز طالبي العزيز الفخم تانا ركز هسه انا لما اجي مثلا مثلا بدي احكي اني انا ادرس الان انا ادرس الان يعني اننا استخدم سيغة المضارع المستمر باجي بقول لك الولا present continuous باجي بقول لك i وباستخدم فعل من افعال ال b بزبط مع ال i am انا ما عم بشرح قواعد هون ضو البدك اللي شوي ويفتم شو الفكرة i am مثلا teaching i am teaching انا ادرس i am teaching ادرس انجليش ادرس اللغة الانجليزية تمام online والله بدرس مادة اللغة الانجليزية online بشكل عام اوكي انا كاستاذ قاعد بدرسكم مادة اللغة الانجليزية مثلا no الآن والله الآن الحصة شغالة حسه اذا لاحظت هون اركز معي خلنا استخدم هذا اللون انا استخدمت هون فعل من افعال ال b افعال كانه وجيت على الفعل هون ضفت له ing طبعا الفعل teach شو ضفنا له ing هاي الا ing تدل ان الحدث فيه استمرار هسه ماته مستمر مين بحدد مستمر الان مستمر بالامس مستمر في المستقبل اللي هي الافعال الموجودة هون اذا كان is or am or فهو مستمر الان اذا كان was or فهو مستمر في الماضي اذا كان عندي will be و ing فهو مستمر بالمستقبل احنا مجيين ندرس ازمن اليوم ركز معي بس انا بعطيك مثال اللي انا فهمته انه هذا الفعل قبل ing يدل انه الشيء مستمر بس ما بيصير انا اجي احكي i am i am loving يا السلام بس هون بتجيبولي استاذ نادر اكتيت شخصيا بتقولوله اهلا وسهلا تعال شرف علينا انت هلكتنا بالرياضيات وانت بتقول ing ing هون بدي ياكو اتمنشنوا استاذ نادر اكتيت قلوله تعال بالتعليقات في الكومنت على انستغرام على اي مكان في العالم استاذ نادر اكتيت استاذ الرياضيات انت هلكتنا في ing ing والاين جي طلعه كبير بزبطش لكل اشي بس انتو يعني فاجئوه انا ما حكيت له انا ما عم بحكي له انه دايما بلشن فيه المهم i am loving english اي 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 ويلي هاي الجملة برعاية نادر اكتيت شخصيا نادر اكتيت شخصيا وهي انا بدي اكتب اسمه هون ونعمل له هاشتاج اه خليك مع نادر اكتيت بالرياضيات عشان ما تفوت بالحيط اما اذا بتكون مع نادر اكتيت بالانجليزي بتفوت بالحيط اه بغشي شخوية ايه المهم ما بلشي نحكي i'm loving english طب استاد انا بروح على الماك وهو من المطاعم احنا بطلنا نروح عليه become المكتوب i'm loving it او loving it اوكي هاي اشي انجليزي ما لوش دخل بالقواعد يا جماعة الخير الانجليزي ما بلتزموش بالقواعد احنا بندرس اشي بخص امتحان الانجليزي اللغة اشي ثاني ما انه في وغير هيك بصبط الانجليزي هاي الافعال بطريقة معينة هس انا بحكي لك عنها فهذا الحكي اقولت في مرات في كانت بالزمنات واحد يطلع يده يقول لك اه i'm loving it غلط هس هذا الحكي غلط ما بسيرش هاي الافعال لا تقبل الانجليزي بحالك استمرار طيب استاذ شو قصدك انا بقدر احكي مثلا loving عملية الحب loving مثلا loving life loving life مثلا حياة محببة اوكي بقول لك تمام هذا مصدر هاد مصدر مجاش مع افعال بي اوكي هون صح الانجليزي انت قطالب مش فاهم انت شو قصد استاذك كان في المدارس لما يجي تقول لك انجليزي فانت كنت تفكر انه الانجليزي خلاص دائما عطوه لا احنا قاعدين في حالة الاستمرار في التنسز في الازمنة في التنسز ايش الازمنة انه لا تقبل هذه الافعال الانجليزي وفي افعال تقبل الانجليزي طب ايش اللي بيقبل الانجليزي كل ايش ما جيبنا اسيرته بالاستراتي اما او حياة محببة خلنا نفترض اكل الشطائر مثلا او باجي بحكي مثلا عسبين مثال هاتينج بيبول والله اني اقرح مثلا هاتينج مثلا هاتينج خلنا نحكي كده اوكي انسالي هذا الحكي احنا درسنا مش هون اليوم احنا درسنا انه هذه الافعال او بين المحايا راحات انه هاي الافعال اللي هون لا تقبل الانجي وهيحطنا لكم هاشتاغ نادركتيت مع نادركتيت في الرياضيات ما بتفوت بالحيات اما مع نادركتيت في الانجليزي بتفوت بالحيات تمام دير بالك بتجيب انجليزي جديد وهاني انا نبهتكم ايما اذا نفهمنا احنا المعادل طب استاذ عطينا امثل احنا ما بدنا امثل هون احنا عم نجهز لما نفوت على مادتنا لما نفوت على السنة الجديدة لما نفوت نجهز لامورنا تمام انه ما نغلط في هالاخطاء انك تكون فهم الزمن كله وتخطأ هذا الخطر ضي استاذ عطينا مجموعة الافعال التي لا تقبل الانجي في التنسز في الازمنة ما اعجب اقول له ما بيصير احكي لايكينغ غلط لايكينغ ما بيصير طب استاذ كيف بدأ استخدمها اوكي بتستخدمها عادي I like you حقيقة I liked him كنت احب فلان او اعجب فيه فلان بالماضي بس لايكينغ غلط لايكينغ هاي شو ما لها غلط يلا شو أنا لايك يعجب اعجاب يلا نكتب معنية no ما بيصير اش احكي knowing مش كمصدر اركز knowing لحال هلو ما اجيقول لك knowing people معرفة الناس تمام بس اجيقول لي I am knowing you انا الان متعرفا مستمرا بالتعرف عليك ما بيزبطش طب شو معنا معنى هيعرف يلا نتعلم هاي الكلمات طب صد نحفظهم لا احنا عم منترجمهم وخلاص ازرعهم فلاصك انهم هدول لا يقبلوا الان جي طي belong ينتمي ينتمي يلا ما بيصير احكي I am belonging انا انتمي الى غلط here يسمع here يلا نحفظ هاي الكلمات ونزيد مخزونة اللغوي ما بيصير احكي I am hearing I hear you انا سامع ما بيصير احكي I am hearing you انا مستمر بالسمع لا ما بيزبط طيب astonish معناها اذهال ما بيصير احكي I am astonishing you انا قاعد بدهل فيك الان ما بيصير ما بتقبل الانجي طيب deny انكار انكار الشيء لما اجي قلك I am denying انا قاعد مستمر بالانكار بيزبطش اوكي I deny انا رفضت ما عندناش مشكلة حتى مرات بطلع لك على بعض السوشال ميديا ما بطلع لك كلمة answer اجب على المكانمي deny ارفض المكانمي مزبوطة لا تمام يلا نتعلم love ما بيصير اش loving اه loving تعيت نادر ما بتصير love معناها هيوحب طيب realize 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 ادراك ما بيصير احكي realizing realizing ما بيصير طب fit معناها يناسب او لياقة يناسب او لياقة يعني في حالة شكل جيد من اللياقة والرشاقة ويناسب الجسم ويناسب البني آدم ما بيصيرش احكي fitting fitting بيضبطش انا بس بحكي بالأزمنة تمام disagree اختلاف ما بيصيرش احكي disagreeing تمام disagreeing يعني ادركت بيصبطش طيب pleasing رجاء رجاء انك تترجى فلان طيب impress شو ما انا you impressing me انت عاجة اقوله you are impressing me انت تقوم بالاستمرار بعملية الاعجاب ما بيصبطش you impressed me اوكي انت يعني خلني نحكي اعجبتني مثلا اوكي ما في مشكلة impress اعجاب هسا شوفوا دي ربعلكو في الانجليزي الكلمات هاي الها معاني كتير هسا ممكن يجي طالب بقوله ساد impress الها معنى اخر بقولك تمام انا بدنا المعنى الشائع انتوا عارفين الكلمات تتغير حسب الصياق بس احنا بناخد الكلمات الاكثر شيوعا كترجم تمام هات اوكي انا مستمر اوكي انا مستمر في عملية ارضاك لا اي ساتسفاي انا ارضي العالم والناس وارد طلابي بشروحات واموري كويسة طيب حلو بروميس ما بسيش احكي بروميسينج وعد والله اي الحصة لا ابعتها خاص نص لنادر يا جماعة خير لانه دائما بلشان فيي على الله يفاهل ما بسيش احكي اي اي بروميسينج اي بروميس يو انا بوعدك طب بصير أحكي I surprise. أنا فاجأت العالم ونس. أوكي. ما فيش مشكلة. أوكي. يلا كاملوا معي. Want. يريد. ما بصيرش أحكي wanting. يلا نكون سرقين شوي. mean. يعني ما بصيرش أحكي meaning. طب أستاذ أنا بيجي. أستاذ بقول لي what's the meaning of. What's the meaning of. هذا مصدر. المعنى. بس ما أقول لك I am meaning. أنا أعني. لا ما بزبطش. أنا مستمر بعملية أعنيك. أعنيك. تمام؟ ما بزبط. طيب. consist يحتوي. هاي الكلمات طرح كثير جدا مفيدة. رح لقوها بالقطع. رح نستخدمها بالتعبير. رح نستخدمها في كل مكان. كثير مرات طالب وبعث لي موضيع تعبير بلقي خطان بهدول الشغلات وضايا في A&G. بخسر علامات في التعبير. فهذا الإشي مهم. عمرك ما تستهين في أي معلومة بالنحن حصص التأساسية اللي أنا شغال عليها. لأنه هاي المعلومات الأساسية جدا مهمة لإلك دير بالك ممكن تضيع لنا علامات. أوه. وإحنا شغالين في المادة. طيب. doubt. doubt. حرف ال-B ما بنقرأ. doubt معناها الشك. ويلا هاي حست اليوم بعيدا عن الدرس نفسه قاعدين مراجع كلمات جدا رح تكون مفيدة لإنه. طيب. look. إذا ما بسيرش أحكي I am doubting you. أنا شاء أنا مستمر في عملية الشك فيك. بزبطش. طيب. looking. طيب سيد أنا بقرأ مرات I am looking at. I am looking at. أنا الآن أنظر. ما بسير قواعديا أستخدم I am looking at. وممكن أجي أحكي I am أو I look at. أنا أنظر على تمام. أما تقول لي looking. مش 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 زابطة. look. معناها ينظر. أو النظر. تمام. إلي بعدها أبير يبدو أو يظهر. I am appearing. أنا مستمر في عملية إظهار. appearing my skills. مهاراتي. بزبطش. طيب إلي بعدها needing. يريد. يحتاج معنا. want to read نفس الشيء. understand. يفهم. ما بسيرش أحكي I am understanding. تمام. I am understanding ما بزبط. طيب. seem يبدو. كيف مثلا يبدو. لما أجي أقول لك مثلا. it seems good. الله مبين علي. ممتاز. it seems. يبدو عليه. ما بسير أحكي. it is seeming good. إنه مستمر في عملية الإبداع. غلط. كله غلط هاره حكي. إن إذا لحظتوا أنا عمدل عم بشتق الفعل فعل بقول لك غلط 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 دير بالك دير بالك دير بالك في الأزمين ما بصير نضيف لهم إيه هاش ING طيب أستاذ نحفظهم كل يا عم لا تحفظ حس أكيد أكيد في المتحنات ما راح تجيب لك على كل هاي الكلمات بس خليها في بالك بس راح تتفاجأ كمان شوي إنه فيه فعليا بقدر أضيف لهم ING حسا بس كمان شوي بحكي لك أنا نطول بالك معلومي جدا مهم يصبر علي شوي طيب ويش يتمنى ما بسيرش أحكي I am wishing أنا I am wishing I wish أنا أتمنى بدون ال-ING يتمنى imagine يتخيل imagine شو معنى imagine يتخيل ما بسيرش أحكي I am imagining أنا الآن في عملية الاستمرار بالتخيل غلط هسا عم بستخدم الزؤام وار من باب أني أنا ما شرحت لكه أزمن يا فعم بستخدم الزؤام وار مع هاين جي طمام concern يحتم ما بسيرش أحكي concerning I am concerning أنا مستمر في ال- الاهتمام اوكي prefer يفضل طيب شو معنى prefer معنى يفضل يلا believe يؤمن believe يؤمن يؤمن بالشيء ما بسير أحكي I am believing in God لا لازم أحكي I believe in God أنا أؤمن بالله تمام لا إله إلا الله صلوا على النبي جماعة الخير تمام depending ما بسيرش أحكي depending depending ما لها يعتمد ما بسيرش أحكي I am depending on you I depend on you أنا بعتمد عليك أوكي dislike عدم إعجاب طبعا اللي ما اللي بعمل لي dislike على الفيديو ما زال منه لازم تعمل لي like أخذناها إحنا بدنا كلمة like في like هون يجمع الله في كلمة like أنا أحطي فيها ها يمكن آه هي أول واحد يلا طب تعالوا على البي نفسها بالإنجليزي ما بيصير أضيف للبي ing إذا أجل بحالة استمرار بس في إيش يسموه بالإنجليزي being هاي منستخدمها في المبني المجهول بس إنه آج أحكي I am being أنا أن أكون كائن مستمر في الكوني في الكونانيني ما بزبطش بالمرة خربطنا مبلش بسيرش إذن هنا بي يكون حتى في مقولي جدا مشهورة للشيكسبير بتقول to be or not to be this is the question تكون أو لا تكون هذا هو السؤال حلو have يملك آه هي ديروا بالك هي الhave لا تقبل ال-ing متى ما بتقبل ال-ing أستاذ هنا إذا كان بمعنى الملك طب أستاذ بمعنى يعني have اللي هو يعني أجل أقول لك I am having a car غلط مثلما أجل أقول لك والله بمعنى شرب القهوة I am having coffee عم بشرب قهوة بقول لك آه يقبل الاستمرار أجل أقول لك I am having dinner والله عم بتناول العشاء بزبط يعني الهاف يعتمد إذا كانت الهاف بمعنى يملك لا تقبل تمام ال-ing أجل أحكي I am having car لا ما بزبط عمليتي الملك ما بيصير طيب agree يوافق agree معنى هايش يوافق agreeing ما بيصير أحكي I am agreeing I agree أنا أتفق أوافق أتفق معاك تمام remember يتذكر والله إنه الكلمات حلوان والله لو عندك دفتر هيكة وتمسك هاي الكلمات وتكتب ليهم معناهم بالعربي يا عمي ما بديك تحفظ بالإنجليزي إنه هدولة كلهم لا تقبل يعني محفظ لي معناهم بالعربي والله إنك بتكون مستفيد من التأسيس ولما تفوت على القطاع السلطة القطاع والقواعد ولكده إنه هاي الأفعال راح تقيها دائما موجودة في كل كتب في كل كتب اللغة الإنجليزية تمام طيب matter matter في ناس بحكولها matter في ناس بحكولها matter المهم يعني كيف ده قولك doesn't matter لا يهم لا يعنيني مش من موضوعي يعني 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 هنا يعني بمعنى إنه لا يعنيني it doesn't matter me هاذا الشيء لا يعنيني تمام هيك معناها ما بصير أحكي mattering أو mattering أوكي deserving شو معنى deserve يا استحق ما بصير إش أحكي I am deserving I deserve أنا أستحق أستحق منك تعمللي لايك وتنشر الفيديو وتخبر أصدقائك أن أستاذ محمد قاعد يدرس فينا ودير باله علينا وهيوا كله على اليوتيوب وبلشنين معاه والأمور حلوة في عنده منف بيبعتنا BDF وكل هاو بيبعتنا حصة يا سلام ولو ما كانوا 10 حصة تأسيس ولو كانوا 12 حصة تأسيس حصة ما عندي مشكلة كله عشانكم كله إلنية جمعة الخير تمام involve شو معنا involve يحتوي ما بصير أحكي I am involving أنا الآن مستمر في عملية الاحتواء لا ما تخبرني أحكي it involve وهذا الشيء يحتوي مثلا كده وكده وكده ضمن عروض وعيس عشيبه المثال طيء including يشمل including يشمل ما بيصير أضيف لك إيهاش I in G طيء mind يمانع طيب أستاذ إذا ما بيصير أضيف لك كلمة mind طيب شو معنا mind يمانع لماذا يقول لك I am minding أنا الآن مستمر في عملية الممانعة لا ما بيقول لك I mind I mind أو I don't mind you أنا لا أمانعك آها ما بيصير يكون إيهاش معها I in G recognizing إدراك طيب شو معنا إدراك بالعربي بالعربي لغة لغة العربية أقوى لغة بالعالم جمعات الخير إدراك ما أنا هيفهم ويستوعب ما بيصير أحكي I am recognizing طيب see وشاهد طيب أستاذ والله في المدارس كانوا يضيف لها C I N G مثلا أجل أقول له I am seeing a movie 92 مم شي كويسة نوع ما آه بس لازم أحكي مثلا I am watching a movie أنا أشاهد فيلم seeing النظر طيب علنا لاك لاك يعني بمعنى التأخير لاك وفيك في سلاقة قلة آه لاكينغ قلة تأخير آه I am lacking ما بيصير طيب own خاصة own مثلا آجه أحكي I own أنا أملك I own اه ملك يعني بمعنى ايه الملك تمام هون اذا كل الكلمات اللي احنا اشتغلناها هنا هي قدامكم على اللوح هي كلمات نرجع نعيد الفيلم معه جديد هي كلمات لا تقبل الاستمرارية لا تقبل الاينجي الا اذا كانت مصدر شعن مصدر يعني بدون افعال البي ما معها افعال البي اجت بموقع فاعل مفعول صفة اشياء ثانية ما انا دخل فيها احنا هنا بنحكي عن التي لا تقبل الاينجي خلينا اعطيكم مثلين بسيطات هسا قلت لكم انجليزي ما بنفهم بس من شرح بدنا اكمثا نفهم شو القصة في انه مشكلة انا اصلا الهدف من هذا الدرس هدول هدول اللي بيركزوا عليهم في امتحنات الوزر همي هنا كل اللعبة اوكي انا شرحت لك مليون فعل فوق بس انا في فعلين مهمات فعل اسمه هاف وفعل اسمه ثنك حسب المعنى تقبل الاينجي هنا انت مشكلتك طيب اللي انا ابدو اوصل لك ايا هس هنا انا عندي كلمة ثنك وعندي هنا كلمة ثنك انا عندي هنا ثنك معها اينجي واجمعها فعل بي من افعال البي يعني من قواعد الاستمراري اللي انت كطالب ممكن ما بتعرف عن هاي القواعد الاستمراري ايشي بس انا بفهم انه فيه ازوام واروازوير تمام وعندي هنا ثنك ما اجمعها ايشي تصريف اول وكلنا حاطين انه ثنك ثوت ثوت ثنك ثوت ثوت والله لا اساعدك باذن الله تعالى بحفظ التصريفات بس طول بالك علينا شوي لننخلص التأسيسيان جميل جدا اي ثنك يو ارى طب وستش الفريق بين هاي والفريق بين هاي يعني كيف هنا قبلة اينجي وكيف هنا لا تقبل ال اينجي لا تقبل ايش ال اينجي شوف اذا كان الثنك يفكر بالشيء يعني مثلا انا الان بفكر بالحصة اللي بدينزلي اياها الاستاذ كمان شوي اذا انا هذا بالي مشغول بمعنى انه مشغول بالشيء طب كيف بدي اعرف اي ام تينكينج او او لقينا اباوت فهو يفكر بهذا الشيء يفكر بالدراسة يفكر بالحصة يفكر بهذه الاشياء فمنستخدم هنا قاعدة ايش ال اينجي فصار معناها اي ام تينكينج انا بالي شغال شغال في استمراري بس لما اقول لك انا اعتقد انك على صلاب اذا انا ما عم بفكر فيك ولا عم بفكر بالحصة انا بفكر بشكل عام كاعتقاد اذا انا بعتقد بشكل عام بشكل عام طبقنا بمعنى ايش اسمه simple present هون هاضه الاشي انا ما بدي يعني اتعمق فيه وهون طبقنا ايش اسمه present تمام continuous وين راحت present continuous اوكي present continuous المضارع ايش المستمر المهم هاضه الاشي راح اشرح انا بتنسز لا تخاف راح نجيب سيرته في درس ايش الازمنة يا جماعة الخير مش هونه موضوعنا اللي انا بدي وصل لك انا اعتقد انك على صواب اذا انا بفكر بشكل عام اذا انتك تنتبه في الانجليزي فيه تفكير الان في شيء وفيه تفكير بشكل ايش عام هاضه الحكي جدا راح يفرق معنا بين زمنين راح ناخدهم بالانجليزي المضارع المستمر والمضارع البسيط طيب انسالي هدول ناخد كمان حفلة تانية اذا كانت الهاب بمعنى اكل وشرب وكيف تتعرف من الكلمة اللي بعدها تقبل الانجي شو بمالها تقبل الاستمرار يعني بتقدر تستخدم فعل بي هون بتقول لي اي ام ها فينج دينار انا اتناول عشاء اذا هاضه العشاء اتناوله الان ولكن اذا كانت الهاب هو انا مش بمعنى اكل وشرب بمعنى يملك زي ما حكينا على الجدول الفوق اي ها با كار انا املك سيارة اذا هو يملك كحقيقة اذا الرجع تطبق على مبدأ ايش اسمه البرزنت كنتينيوس والسمبل البرزنت اذا فيه انه فعلين مهمات بعدين كل هاي الحفلة كلها اللي اشتغلتها انا فيه اندي فعلين مهمات think وهاب في الانجليز لازم تعرف انه فيه think بتفكير بشكل عام وفيه think about something فيه تفكير بالشيء الان فاندي هاف بمعنى اكله وشربه حسب الشيء اللي بيجي بعد الهاف وفيه هاف بمعنى يملك اه ما بيصير تاخد ايه الانجي هدول الافعال اللي داما في اسئلتي الوزارة اللي بيركزوا عليها بس لا يعني انه خلص والله هدول الفعلين والسلام عليكم احنا اخدنا مجموعة من الافعال هون اللي انت تشتغل عليها طبعا بإمكانك تاخد سكرين شوتاتك للشاشة وتاخد سكرين شوتاتك هون بتكون امورك كويسة ان هاي الحصة ما اطلعنا بملاحظاتي كثير غير انه فيه افعال لا تقبل اينجي روح عشاد نا دريكتات وقل له استاذ تعالها يا ابو حسان قابل اطخ عليك بهذا الفيديو بتمنى انه كانت حصة حلوة جميلة رائعة ويعطيك الف عافية وإلى اللقاء